بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين القرام طبطم حسب ما كنتم وطابط أوقاتكم بكل الخير وأهلا ومرحبا فيقول لحلقات البرنامج برنامجكم دي أحداد مع جمال صبرة معي في أول دقيقة هقول أيقونة البرنامج ولوج البرنامج وشعار البرنامج اللي بيترجم فكرة البرنامج يمكن أكون غلطان جايز يتهمني العنوان لكن الحقيقة الأكيدة أني أنا إنسان إنسان هيعيش دي أحداد على قيمنا وعلى مبادئنا وعلى أصولنا وأخلقنا اللي راحت ورحنا معها وتاهت وتهنى معها يمكن البعض يقولك دي أحداد إيه التشاوم ده وإيه الحداد ده الحقيقة إحنا فعلا هنعيش دي أحداد على القيم الجميلة اللي راحت في المجتمع المصري هنترحم ونحزن على أخلقنا الأخلق الجميلة اللي بتصيغ الشخصية الرائعة الرقية اللي بتاخد المجتمع لقدام في مصارو الصحيح هنحزن وهنعيش دي أحداد على زي ما قلت الأخلاق وأمير الشعراء ما ننساش المقولة الشهيرة بتاعته إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبوا أخلاقهم ذهبت فأمة بلا أخلاق أمة الحقيقة مشتتة ضيعة لا يمكن تتحضر ولا ترك أبدا هنعيش دي أحداد على سلوكيات الجميلة هنترحم عليها ونحزن وإن شاء الله هنستبدلها بسلوكيات أفضل أي صورة مقلوبة هنرصدها وإن شاء الله هنعدلها على الأوضاع اللي مش حلوة على الأيام اللي مش حلوة على العادات على التقاليد كل ده في برنامجنا دي أحداد بس إحنا ما فيش تشاؤم يعني ده سيدنا محمد قال تفقلوا بالخير تجدوه وبشروا ولا تنفروا لا طيرة في الإسلام إحنا هنا مش متشأمين إحنا بس بنرصد أوضعنا اللي مش كويسة بس هنضع العلاج ودائما هيكون في أمل إحنا يمكن هنبعث القيمة الجميلة هنستحضرها عشان تساعدنا على بناء مجتمعنا الحقيقة الحاجات اللي مش مظبوطة كتير بقيت بمثابة سوس بينخر في المجتمع المصري مش المصري في حسب لا المجتمع العربي في أولى حلقات البرنامج النهاردة هنتناول قيمة من القيم اللي إن شاء الله هي للأسف مش موجودة وهنحاول نسترجعها عنوان الحلقة النهاردة ظلم الميراث والظلم الواقع في الميراث وغياب قيمة العدل الحقيقة للأسف بقى شيء صعب جداً وبقى في كل أسرة الحقيقة في مشكلة بسبب القرس وبيحصل فيها قطع صلة أرحام الحقيقة الحقيقة إن عايزة أوجه يعني رسالة لأي واحد سامعني وشايفني حاسس إن هو ظلم إخواته هقول له تعالى فلاشباك كده الأجمل مراحل العمر للطفولة هقول له تعالى وافتكر كده زمان قبل ما تروح وتدخل المدرسة وانت صغير وعايش في بيتكو في أسرتكو الجميلة الأب الحنين اللي بيجيب لك الحلاوة والبسكوت وهو راجع وبيلبي لك كل طلباته الأم الجميلة الرائعة الحنينة اللي بتعمل لك كل طلباتك بتوضم لك أكلك بتغسل لك دومك افتكر كده وانت صغير قوي وانت عندك أربع خمس سنين والصفح كده يوم أجازة وانت بتفتع عينيك الساعة سبعة تمانية الصبح وجنبيك أخوك تروح من الصحية وقولك يا أخي عايزة نام تقولوا لا أسحى أسحى عشان نلعب قبل ما بابا وماما يسحوا يسحى تجروا على الحمام تغسله وشكه وتعودوا تلعبوا انت واخوك أختكو الجميلة وردة البيت وفكهة البيت تسمعكو وهي أكبر منكو شوية تسحى تلعب معاكم وبعد كده الأم تسحى توضب لكم الفطار الجميل والأب وتعودوا على الطبلية زمان تكلوا لقم هنية هنية لأنها فيها سعادة ما فيهاش أي مشكلة الحقيقة الأسرة المنظر ده والصورة الجميلة دي فاكرها ولا لأ أنا بقول لأي واحد ظلم إخواتي وفيه قطيعة صلت رحم افتقرت الصورة الجميلة دي ده كمان فاكر أول يوم رحت المدرسة وانت لابس زي المدرسة الجميل الجديد وماسك الشنطة الجديدة اللي فيها الألم والمصطرة والأستيكة فاكر لما أخوك خدك من إيدك ووقفك الطبور أول يوم وانت مرعوب وهو بيطمنك ويقول لك عادي مفيش حاجة وكمان بعض الطبور يوصلك للفصل ويبص كده من شبابيك عليك ويكلم المدرس يقول له خد بالك منه عشان هو النهارده أول يوم أصله هو أخويا ابن أمي وبويا فاكر زمان كده كان زمان الكهرباء بتقطع كتير وفي عز الشتاء كان فيه كده يمكن أنا بخاطب من أربعين سنة وطالع وخمسين كان فيه حاجة اسمها لما الكهرباء تقطع لمبة كانت بتنور بالجاز وشريط وإزازة كانوا بيسموها لمبة ببلبلة لما بالليل الكهرباء تقطع كانت بتنور لنا ونقعد نذاكر مناهج زمان البسيطة الجميلة أمل وعمر وقابلينا سوسا ونصر كانت اللمة دي ضقها بإشاع دفء كانت ماما قاعدة جميكو تجيب لكو الطلبات وتساعدكو اتعلمت أنت وأخوك وأختك فاكر لما كنتو بتتلمو على مسلسل تتابعوه جميل ناجح فاكر بالليل لما كنت تتفرج على فيلم أبيض وسود وكان اللب والسوداني فاكر لما كنت تلعب مع أخوك الكورة فاكر لما كنت تتلمو وتتسمرو الألعاب الجميلة انت كبرت و جيت لفترة المراهقة و لما حبيت و تشئيت و حبيت وحده كان أخوك هو سرك و بعد شوية لما حبيت و جيت تخطب رحت لأختك تقول لا أخطبيني أو كلميلي ماما و بابا عشان عايز أخطب البنت الفلانية فاكر فرحة عنيها لما ضمتك و قالت لك يا كبرت كانت فرحنالك قوي و راح تكلمت باباها ما هي دلعت باباها و راح تكلمت أمك و خطبت البنت مين نقتلك شبكتك مع عرصتك مين اختارت فستان فرح عرصتك فاكر أخوك وقف جنبك قد إيه في فترة الفرح في إعداد الشقة و كل اللوازم الفرح فاكر الصورة الجميلة و انت فرحان كده و ماما و بابا جنبيك و أخواتك و في وسطهم عرصتك الجميلة و كان أجمل فرح اجوزت و خلفت و أولادك ما عندهمش أغلى من عمك و عمتك الحقيقة كنت بتتلموا مع بعض الأب بيجمعكم تقضي يوم في الأسبوع انت تجوزت و خلفت و أخواتك كمان تجوزوا و خلفوا كنت تروحوا تتغدوا مع بعض فوزت الأب و الأم و جات الطم الكبرى و رحل الأب و الحقيقة برحيل الأب يا جماعة رحلت معاه حاجات كتير قوي رحلت الترابط الأسري و الحب بين الأخوات و بين الأشقاء رحلت الترابط رحلت الأخوة و للأسف حصل شقاق و نزاع و خصام بسبب الخلاب على الميراس قالت أخواتك اتخنقت مع أخواتك ده ممكن تكون شتمت أخواتك ترشقت بالألفاظ و تشابكت بالأيدي يا منظر عمك أو عم الأولاد و عمت الأولاد إزاي بعد ما كانوا بيحترموهم و يقدروهم يا جماعة الظلم في الميراس صعب جدا 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 الحقيقة تبعاته كتير قوي 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 أول حاجة أنت بدأت تاكل حرام و توكل أولادك حرام تاني حاجة فيه قطع سلة الرحم و أنت عارف يعني إيه تقطع سلة الرحم يعني ما فيش بركة و ربنا هينزع البرقة من بيتك و هيمنع عنك الرزق أنت تفتكر أن أنت لما خدت شوية فلوس زيادة عن حقك أو شقة أو حتى قطعة أرض تفتكر أنت هتأنى لا ده ربنا يعني أقسم قال و عزتي لأنصرنك ولو بعدين يعني قال ولو بعد حين يعني قال للمظلوم لا إنها اقتص من الظالم يعني اتأكد إن ربنا هياخد حق حقيقي لأخواتك و بعدين ربنا سبحان الله بيمر بالظالم تلت مراحل أول حاجة بيمهله فترة معينة يمكن من رحمة ربنا على الإنسان و البناء آدم يمكن يرجع تاني لصوابه لصوابه يتوب و يدي الحق لصحابه بعد بعد كده ربنا برضه بيمهله فترة وبعد الفترة دي ربنا كمان ده بيطمعه بقى و بيقول لك خد الطعم بيدي لك كل النعم عشان تحس ان انت امتلكت الدنيا و ما عليها الحقيقة آخر مرحلة بقى بيجي انتقام ربنا شديد ده ربنا يعني سيدنا محمد قال ايه قال دعوة المظلوم ليس بينها و بين الله حجاب ده كمان الشاعر يعني الشاعر قال و ظلم ذو القربة أشد مطادة على النفس من وقع الحسام المهندي يعني قد ايه طعنة لما بتيجي من الأريب من الأخ أو من أقرب الناس اللي هي بتبقى يعني الشاعر صورها و قالك يعني أقوى و أقصى من ضرب السيف و للأسف احنا وقعين في مشكلة أحيانا بعض الأباء يا جماعة بيعط مشكلة ان هما بيميزوا ناس عن ناس يعني ممكن لو أب عنده مؤسسة و عنده أرض و عنده أملاك و عنده مشاكل يبدأ يجيب الكبير ابنه الكبير و يمسكوا كل حاجة و بعد كده بعد ما يرحل الابن بيطمع في الميراث بياخد كل حاجة الإخوات للأسف ما بتعرفش حاجة فيبدأ يظلم أو يبقى عايز ما خلاص هو تعود أن كل حاجة كل المقاليت فيه في قديه بيبدأ يظلم وتحصل الشقاق و النفاق و الزعل و الخصام و بيحصل أكل الميراث عايز أقول كمان حاجة أن للأسف المجتمع المصري بيظلم الست في الميراث قوي يعني الست المصرية ما بتاخدش ميراثها و دي مشكلة و طامة كبرى الحقيقة يعني انخدت كمان انخدت بتاخد حاجة حاجة قليلة جدا 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 و بعد كده ما فيش البيوت دي ما بتاخدش في البيت حاجة حقيقي يعني فطبعا دي مشكلة طامة يعني لأ لازم الست المصرية أنا الحقيقة بعمل بطلق صرخة قوية يا جماعة ادوا للست حقوقها الحقيقة فيه فاصل و بعد الفاصل هنستقنف فقرات البرنامج ابقوا معنا فيه بعد الفاصل و الحقيقة أستسامح الهوار ياريت تعرض لنا الصورة دي دي أستاذة فاضلة مدرسة ست محترمة الحقيقة معروف عنها الاحترام والعلاقة الطيبة بينها وبين الجيرانها لحتى المشكلة لما أثيرت أثيرت من فرض حب الجيران ليها هي ست بتاعت كل الناس مدرسة للأسف أرمالة و عندها بنت أخوها يعمل فيها كده شايفين المنظر يضربها عشان الميراس وللعلم أخوها ده مرتاح تاجر بالا مرتاح يعني مش محتاج يقال أو جيرانها بيقولوا أن السبب مراته معرفش كرهته في والدته وفي أخته فضربها درب الست أخته شائقته يعني لسه أنا بقول قد إيه شوف وصلنا لفين وصلنا للمنظر ده المدرسة المحترمة اللي بتساعد كل الناس واللي بتدي كل الناس وجيرانها بيقولوا لأ أنا الأوان يا جماعة أن الست دي تاخد حقها الحقيقة أنا القصة لفتت نظري وقلت لأ ده نموذج من الموجود وصورة سيئة من الموجود في المجتمع المصري حقيقي زي ما قلت الست المصرية في موضوع الميراس و أكل و أكل بتتاكل حقيقة ميراسها بتتاكل يعني صعبة أو أن هي زي ما قلت بتاخد حقها في البيوت في المنزل صعبة أو أن هي تاخد حقها كامل الحقيقة يعني للأسف وكمان عايزة أقول حاجة احنا بنع فيها أن الناس اللي بتدقل بقى تحل للأسف أنا يعني إن شاء الله هفرد لها حلقة أنه الناس اللي بتحل بتيجي مع القوي المفتري الظالم و ضد الضعيف لا احنا مش عايزين كده انت ليه تقف مع الظالم ليه هو هيدليك يمش هيدليك حاجة يعني هو هينفعك يوم القيامة ده أنت داخل تحل يعني لازم تبقى عادل بالعكس ده أنت لازم تقوله يا أخي اتق الله أنت كده مش بترضي ربنا ادي الحوء لأخواتك يعني إحنا عايزين نرجع تاني الرجال اللي هم ليهم شخصية قوية لا يخافوا في الحق اللي هم تلائم لازم لازم صاحب القضية واللي نصب نفسه أنه هو يحل بين الطرفين لازم يكون عادل ويده ويده الحق لصحابه الظلم تبعته كتير قوي يعني ده حتى ربنا أبات قوم نتيجة لظلمهم ولفسدهم الحقيقة يعني أنا لسه من حوالي خمس خمس أيام أو أربع أيام في حدثة شهيرة قرية الحقيقة بسبب بسبب الظلم أغريق فيها الدماء في قرية في محافظة الفيوم يعني نمأ العلمي من أكتر من مصدر أنه سبب إراقة الدماء وموت حداشر واحد حتى الآن ولسه مصابين ما يقرب من أكتر من ثلاثين واحد وربما يعني يزداد عدد القتلى كل ده بسبب الظلم ميعاد قائم على بحل نزاع مبين علتين هم أولاد عم ويقال أن شاب ببقى بحماس وحس بالظلم الموضوع اللي بأتكلم عنه أنه مش واخد حقه يقوم يروح يجيب السلاح ويدرب طلقة في الهوى وأخوه بيمنعه الطلقة يجيب ويجنم يجيب السلاح ويروح مفرغه في الناس اللي قاعدين يعني الحقيقة البلد كلها قريقة ودلوقت في حزن عميق الحقيقة في النهاية مشاهدين الكرام اللي بشكر إدارة قناة الصحة والجمال أنها الحقيقة أتحت لي الفرصة النهاردة أن أنا أتواجد معاكم بخص بالشكر الحقيقة الأستاذ سامح الهواري رئيس التحرير الحقيقة اللي قدمني واللي كان داعم لي وكان سند لي الحقيقة بشكر كمان الأستاذ محمد زميل الصحب الكاتب الصحب الأستاذ محمد النجم الحقيقة أستاذ سامح كله دو رائع معايا أستاذ محمد بشكر كمان أصحابي كل واحد دعمني كل واحد قال ودفعني للأمام بشكره بشكر ربنا بتمنى يا رب أنه أن تكون الحلقة دي في ميزان حسناتي وتقبلها مني في النهاية مشاهدين الكرام بتمنى لكم دايما مزيد من الأمل والعمل لأن لازم لازم نحيا بالأمل ولازم نعمل حتى نصبه نحقق ما نتمناه وحتى ما نريد بالفعل يتحقق بتمنى لكم دايما ودعوة بحبها أوي مزيد من السعادة والإيمان ورحت البال وبتمنى دايما ما قول بحبها أوي أن يكون منتج حلقة النهاردة قد نال عسل المشاهدة وحل المشاهدة وليس مر ولا سأم ولا ملل المشاهدة الحقيقة أنا استمتعت جدا جدا معاكم يا رب أكون ضيف كده خفيف عليكم وتحياتي لكم جمال صبرة والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله